كدرع بشريين تقف هؤلاء النسوة أمام شبح أصفر قد يداهم بيوتهم في أي لحظة هنا حيث منطقة العشوائيات وتحت خط الضغط العالي لنقل التيار الكهربائي المهددة بالهدم من قبل أشخاص يدعون ملكيتهم للأرض رغم أنها محرمات لخطوط نقل التيار لتتعالى الصيحات بين الفقراء الساكنين هنا عينتا وجدني سيارات اثنين الى هنا ايه و drove علينا الباب وطلعت قال انتي شل عند السنة لعندتشه قلت لا ماال الدولة ونا قاعدين بمنطقة مشاجزين وقاعدين لاميننا وجهالنا وشياثنا عرامل وكل شو مو وعدنا غير بس رحمة الله قال عندي شفلوس تشتري خير على خير ما تشتري انت جي الشابلات وتفلشت الباحجة سيارات مدنية ما نعرفها مين ما مين جتي قطعت الكهرباء كسرا والصوندات وقالوا راح نزيلها منا للحولي ما نعرفه مين ما مين إلا جهة رسمية غير مثل ما يقول عن دعالة قائم مقام محافظة ديالا قاش شرطة الإدارة المحلية في بعقوبا شكلت لجانا مشتركة لمعرفة عائدية الأرض مستبعدة في الوقت نفسه أن تكون المحرمات ملكا شخصيا وظهرت العشوائيات في ديالا في عام 2003 وثلاثة وأغلب ساكنها من العائلات الفقيرة والمهجرة على أثر الأعداث الأمنية في ديالا توجد في بعقوبا وحدها ما يقرب من خمس مناطق تضم آلاف العائلات تواجه المصير ذاته هذه العشوائيات هناك تريض حسب كتاب مجلس الوزراء بإزالتها هناك دور سكنية لفقراء بالنتيجة إذا كانوا على أراضي الدولة هناك أملاك خاصة في نفس المنطقة نحن كإدارة محلية فاتحنا بلدية بعقوبة لإجراء كجف مشترك مع دار التسجيل العقاري والتحديد الأملاك الخاصة عن أملاك البلدية زالت منازل بالقوة بالإضافة إلى قطع التيار على أكثر من خمسين عائلة دون موافقات حكومية وبتنفيذ مباشر قبل مجهولين يرسموا رسالة تفيد بضعف تطبيق القانون والمحاسبة حتى لو كانت منازلهم قد شيدت على أرض متجاوز عليها ويبقى المواطن ضحية إجراءات حكومية ركيكة ساهمت باستفحال المال السياسي والنفوذي على حساب الفقراء من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة